السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام رؤية الهرب من شخص في المنام تدل على النجاة والأمان أو ضيعة الفرصة والهلاك بحسب سياق الرؤية حيث فسر ابن سيرين حلم الهرب والنجاة من المشاكل والأمان منها فمن رأى أنه هرب من شخص جميل في المنام فهذا يدل على الخسارات وسوء التصرف أما من رأى الهرب من شخص قبيح في الحلم فهذا يدل على الأمن من عداوة وشر فيما رؤية الخوف والهرب من شخص في المنام تدل على النجاة من بطش الآخرين ومن رأى أنه خائف ويهرب من شخص يحمل وسدسا في الحلم فهذا يدل على الأمن من عداوة أما رؤية الهرب من شخص يحبك في المنام فتدل على مخالف الوعود والعود معه ومن رأى أنه يهرب من الحدد مع شخص يحبه في الحلم فهذا يدل على عدم القدرة على التفاهم مع الآخرين فيما رؤية الهروب من شخص معروف في المنام فتدل على النجاة من شره وأذيته أما الهروب من شخص مجهول في المنام فيدل على الخروج من الشدائض ومن رأى أنه خائف ويهرب من شخص مجهول في الحن فهذا يدل على أمنه من مكد وشر أما الهروب من شخص ميت في المنام فيدل على الابتعاد عن الدين أما الهروب من شخص ملاحقك في المنام فيدل على التهرب من المسؤوليات فيما رؤية الهروب من شخص في المنام للرجل فتدل على المواجهات والمخاوف أما رؤية الهروب من شخص في المنام للعزباء فيدل على الوقوع في قلق من المحيطين بها أما رؤية الهروب من شخص في المنام للمتزوجة فيدل على السعي للتخلص من الهموم التي تأتي من الآخرين فيما رؤية الهروب من شخص في المنام للحامل يدل على حماية الجنين ورؤية الهروب من شخص يريد الاعتداء على الحامل في المنام تدل على حسن رعاية الجنين من الأم أما رؤية الهروب من شخص في المنم للمطلقة فيدل على البحث عن الراحة والطمأنينة فيما رؤية الهروب من شخص يريد الاعتداء على المطلقة في المنم تدل على استعادة حقوقها المسلوبة وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تهرب من شخص يريد التحرش بها في العلم فهذا يدل على التخلص من الأقاويل والشائعات هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام شكرا